اشتركوا في القناة موضوعات جديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي تتركز على الاطراف الشمالية لمدينة تول كرم قرب ضاحية شويك وكذلك ايضا في نطاق الحيء الشرقي والحيء الجنوبي وهناك حصار لبناية سكنية في الحيء الشرقي اصورت هذه العملية عن اعتقال احد الشبان الفلسطينيين فيما اصيب شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي قال الهلال الاحمر الفلسطيني بان طواقمه تمكنت من اخلائه الى مستشفى ثابت ثابت تول كرم الحكومي نتيجة اصابته لترتفع حصيلة هذا الاقتحام المستمر الى شهيد وخمس اصابات نتيجة عمليات اطلاق النار والقصف الجو الذي نفذته طائرة استطلاع يضاف هذا المشهد الى استمرار التمركز والتموضع المحدود نسبيا حتى هذه اللحظة هنا في المدخل الشمالي قد تكون بداية انسحاب ولكن يقرأ في هذا التباطؤ في انسحاب اليات جيش الاحتلال الاسرائيلي من مخيم تول كرم قد تكون فرصة لجهد استخباراتي للحصول على معلومات تتعلق بعمليات مداهمات ينفذها جيش الاحتلال او عمليات الاستياض التي جرت العادة على تنفيذها في مناطق الضفة الغربية بمعنى تباطؤ وايهام بعملية الانسحاب ومن ثم الحصول على معلومة حول تواجد عدد من المطاردين ومن ثم عملية الحصار هذا ما كان يحدث سابقا حدث قبل ساعة من الان في الحارة الشرقية بمخيم تول كرم فالان نستمع الى اطلاق رصاص هناك اطلاق رصاص في هذه اللحظات على المدخل الشمالي للمخيم جيش الاحتلال اطلق والان مجددا يطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي الرصاص في هذه اللحظات لربما هي رصاصات تحذيرية في الهواء حاولنا الان الابتعاد قليلا نتيجة استماع ورصد عملية اطلاق الرصاص من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه اللحظات قرب حارة المدارس بمخيم تول كرم لربما هدوء حذر اخترقته هذه الرصاصات قبل قليل في المخيم مع استمرار هذه العملية العسكرية الاسرائيلية التي تعتبر بانها استثنائية وواسعة النطاق في خضم ما ينفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة قبل قليل اعلنت كتيبة جنين سرايا القدس بانها تمكنت من السيطرة على طائرة استطلاع الدرون مصيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي تمكنت من اسقاطها في مخيم جنين وقبل قليل عرضت مشاهد عبر حساباتها على منصات الاجتماعية لهذه الطائرة التي سيطرت عليها وقالت انها بحوزة الكتيبة معلومات هامة نتيجة السيطرة على هذه الطائرة المسيرة بالاضافة الى انه خلال الساعات الماضية اصدرت كتائب القسام في مدينة تول كرم تحديدا في مخيم تول كرم بيانا اعتبرت به الحارث عوفي احد مقاتليها والذي استشهد نتيجة سابطيه برصاص قناص اسرائيلي مزيد من الرصاصات الان نستمع اليها لربما هذا في ظل ان بعض المواطنين يعني حقيقة الرصاصات متتالية ومستمرة عمليات اطلاق الرصاص من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي قد تكون في الهواء بشكل تحذيري او باتجاه استهداف بعض المواطنين ما وردنا من داخل المخيم ان بعض المواطنين بدأوا وشرعوا بالخروج من منازلهم ولربما قد تكون هذه جزء من عمليات اطلاق النيران التي تستهدف المنطقة في هذه اللحظات في اطار يعني مزيد من الطلقات النارية من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي وحقيقة نشهد تباطؤا يعني على غير ذي العادة لعملية التموضع او الانسحاب والتحركات لجيش الاحتلال الاسرائيلي تمكنت المقاومة في مخيم تول كرم من اعطاب جرافة ديناين المجنزرة الاسرائيلية بالاضافة الى تمكنها من تفجير عدد من العبوات الناسفة حقيقة شهدنا بعد منتصف ظهيرة هذا اليوم ساعات من اشتباكات ضارية وعنيفة كان هناك كتافة في استخدام العبوات الناسفة باتجاه الاليات العسكرية الاسرائيلية وتنفيذ عدد من الكمائن بتنفيذ عمليات اطلاق النار ادى ذلك لاعطاب جرافة ديناين ومن ثم قام الاحتلال بسحبها لاحقا دفع بمركبات الاسناد والتوريد للامدادات العسكرية بوصول شاحنة للمحروقات عملت على تزويد الاليات ومن ثم انسحب عدد كبير يعني من الاليات العسكرية لكن جزء منه لا زال كما نشاهد عبر الشاشة الآن على المدخل الشمالي للمخيم هناك تمركزات وتموضعات في وسط مدينة تول كرم وواضحة هي ايضا الحركة المشلولة داخل المخيم لكن من خلال السورة خالد وكأن هناك اشارة على اخر الشارع او تواجد تحرك نعم يعني هناك مما نستطيع رصده الآن على الهواء مباشرة بعض التحركات لجيش الاحتلال وقوات راجلة قرب مدرعات النمر الاسرائيلية في هذه اللحظات في هذه الاثناء ويتواصل اطلاق الرصاص بشكل كثيف حقيقة في محيط المدخل الشمالي لا نعلم الهدف الذي يطلق عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي لكن يمكن التأكيد بأن عمليات اطلاق النار التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه اللحظات هي تستهدف امتداد حارة المدارس وصولا إلى عمق المخيم قرب مقر لجنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونوروى في هذا الامتداد من الطريق الذي يربط أقصى المنطقة الشمالية بالمنطقة الجنوبة الغربية من المخيم يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ عمليات اطلاق النيران المستمرة في هذه اللحظات وسط موضوعات لجيش الاحتلال الاسرائيلي وانتشار للأليات والعربات العسكرية بالتالي نحن نتحدث عن اقتحام طويل نسبيا نتحدث عن حجم ضمار مهول خلفه جيش الاحتلال الاسرائيلي نتيجة عمليات انتسمعين كوطان مجددا نعم نسمع نسمع اصوات اطلاق النار هي واضحة معنا خالد على ما يبدو هو اطلاق نار كثيف يعني وكأنها اشتباكات وليست فقط تحذيرية خالد هو اطلاق من مصدر واحد وليس اشتباكات مسلحة ومصدر اطلاق النيران هذا هو جيش الاحتلال الاسرائيلي والقوات الداخل هذه الأليات والعربات هي من تنفذ عمليات اطلاق النار بالتالي يبدو ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يستهدف شيء ما باتجاه الاطراف كما اشرت وهو امتداد شارع المدارس داخل مخيمة الكرم الذي يشهد اقتحاما استثنائيا نتيجة عملية الاقتحام يعني وفق التأكيدات ليست مدرعة النمر التي في المقدمة هي من تطلق النار بل آلية وجيب عسكري بمحاذاته فهي من تنفذ عمليات اطلاق النار في هذه اللحظات باتجاه حارة المدارس داخل مخيمة الكرم شمال الضفة الغربية كوطر نعم سنبقى في متابعة بكل تأكيد معك خالد بدير مرسلنا كنت معنا من مخيمة الكرم شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة